مجمع أزوفستال للسلب بماريوبول تحت السيطرة الروسية بالكامل حيث أعلنت موسكو أن آخر مجموعة من القوات الأوكرانية التي تحصنت لأسابيع في المصنع استسلمت وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن المنطقة التي يقع فيها مصنع أزوفستال للسلب تحررت بالكامل مضيفة أن المجموعة التي استسلمت بلغ عدد أفرادها 531 مقاتلاً ما يرفع عدد القوات الأوكرانية التي استسلمت خلال الأيام القليلة الماضية إلى أكثر من 2400 انتهاء الحصار في أزوفستال يشكل لحظة رمزية مهمة لروسيا وخطوة عسكرية بالغة الأهمية لها إذ يجعل مدينة ماريوبول تحت سيطرتها الكاملة وتستمد هذه المدينة أهميتها من موقعها الاستراتيجي إذ تقع في المنتصف بين المناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونباس وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014 ولا تفصل المدينة عن الحدود البرية والبحرية لروسيا إلا عشرات الكيلومترات وبوقوعها الكامل تحت السيطرة الروسية فإن موسكو يمكنها حسب ملاحظين إنشاء ممر بين روسيا ومنطقة دونباس وشبه جزيرة القرم وبالتالي تمهيد الطريق أمام إحكام السيطرة على بحر آزوف وفيما يرقى إلى اعتراف بالهزيمة أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي انتهاء معركة استمرت لمدة شهرين في ماريوبول ما يعني أسرى كل القوات الأوكرانية التي تحصنت داخل المصنع لأسابيع الانتهاء من عملية عسكرية طويلة في ماريوبول سيفتح المجال لروسيا للتركيز على أهداف أخرى في أوكرانيا وخاصة منطقة الدونباس ومن شأن السيطرة الكاملة على لوجانسك ودونسك أن يسمح لموسكو بإعلان انتصارها بعد أن قالت الشهر الماضي إن هذا هو هدفها القادم